السلام الرحمن الرحيم أين الأزهر الشريف والأزهريون في قضية أمثال حسين يعقوب؟ ما الذي حصل؟ لما هذه الصدمة العظيمة لكثير من الناس؟ السبب فيها أقوله واضحاً أن الأزهر الشريف لم يأخذ دوره التاريخي الذي كان يجب عليه أن يأخذه كيف يسمح لإنسان واعظ قصاص غير عالم وغير متخصص باعترافه ذاته أن يجلسوا كل الأزهرين يعلمون هذا بلا استثناء يعلمون هذا تماماً أن يجلس على مدى أربعين سنة على كرسي الدرس يدرس العقيدة الطحاوية يفتي في التأمين يفتي في السحر يفتي في قضايا كبيرة وصغيرة وكل التفاصيل وزاده من العلم لحية طويلة وكم كتاب قراءها من التي توزع مجاناً مع جهل فاضح في كل علوم الدين أين كان الأزهر؟ نعم الأزهر الشريف أنا أعتز به وأفتخر به ولكن أيضاً هناك تقصير واضح هناك تقصير واضح الذي دعاني إلى هذا بعض المنسوبين للأزهر الآن وهم فرق متعددة فريق يسير كما نسير نحن وهو ماذا؟ الخط العام لعلوم الإسلام ولا يجوز لأمثال حسين يعقوب أن يتكلم فيها ولكن مع الأسف الشديد هذا هو الصوت الخافد في الأزهر ليس هو الصوت الأعلى ليس هو الصوت الأعلى في الجامع الأزهر ولا في جامعته وهذا الصوت المتسخ مع العقل والدين والذي يطبق ما درسه في العلوم الأزهرية هذا الصنف الأول الصنف الثاني هو الذي تلوث بالوهابية من الأزهريين فصار يدافع دفاعاً مستميتاً عن هذا الإنسان وهو يعلم أنه جاهل ولكن لا يستطيع لأن الأخ المدافع وإن وضع على رأس عمام أزهرية هو أجهل من أخينا فهو على نفس النهج يسير الصنف الثالث وهو الصنف الأخطر على الإطلاق هو ذلك الإنسان الذي يحاول أن يمسك العصر من الوسط دائماً من أجل ماذا؟ أن لا يفوت شيئاً من مصالحه عنده كذا ألف متابع على قناة من القنوات لا يريد أن يصرح بشيء يرضي الله تعالى في هذه القناة يحاول إرضاء الجمهور أولاً وقبل كل شيء لماذا؟ لأنه إذا صرح بما درسه في العلوم الأزهرية سينفض عنه التيار الوهابي الذي يتابعه وهو يريد أن يظهر بمظهر الاعتدال والصنف المعتدل الذي يسوي بين التبن والتبر وبين الدر والبعر هو الصنف المرغوب إعلامياً حالياً وهذا الصنف الأقرب للمسونية حتى رأينا بعض الأزهريين يحاول أن يميع الخلاف بين المسلمين والنصارى ليس قضية يعني بين وهابي وسني هذه قضية بسيطة بين المسلمين والنصارى ورأينا معممين أزهريين مع الأسف الشديد يخالفون من قطعيات الدين الصنف الذي يحاول أن يجامل الناس جميعاً هو اسمه ذو الوجهين وذو الوجهين لا يكون عند الله وجيها ذو الوجهين جاء ذكره في القرآن الكريم بأربع عشرة آية تعلمونها جيداً ومن الناس من يقولوا آمنا بالله وباليوم الآخر يوم ما هم بمؤنين هذا الصنف الذي يلقى هؤلاء بوجه هذا الصنف كارثي هو سيبقى مرتاحاً والكل سيشكره لأن الجمهور يحب هذا النوع من أفكار الأفكار الزئبقية التي ليس لها لون ولا طعم ولا ريح مثل الماء ولكن الماء طاهر مطهر أما هذا ليس طاهراً ولا مطهراً الماء عند الفقهاء طاهر مطهر ومن مزايا الماء الدفع والرفع من مزاياه ليس له لون ولا طعم ولا رائحة من خواص الماء هذا فبعض الأزهريين مع الأسف الشديد شيخ معام وكبير السن ويتكلم بخشوع أو يظهر على سامعه أنهم الخاشعين لا يريد أن يصدم العلوم الأزهرية التي درسها في حياته حتى لا يقل عنه إيش وهابي ولا يحاول أن يزعج الوهابية في كلمة واحدة لأنه يبغي أموالهم ويبغي ما عندهم هذا الصنف صنف الخنوع والخضوع ما دام في الجامع الأزهر الشريف لن يفلح الجامع الأزهر لن يفلح ما دام في هذه الكائنات هذه الكائنات لم تكن موجودة أيام الإمام الحبر بخيط المطيعي لم تكن موجودة أيام شيخ الإسلام الدجوي يوسف الدجوي أبدا ما كان يعرفه الجامع الأزهر لم تكن موجودة أمام العلامة العارف بالله سلام العزامي من كبار علماء الجامع الأزهر ما كان يعرفه التفكير الأزهري أن يكون الإنسان مداهنا مجاملا زئبقي الملمس ينزلق بسهولة ما هو مداهنة؟ ما هو مداهنة؟ من الدهن الدهن ينزلق بسهولة لا تستطيع أن تمسكه فالسمى المداهنة وبعض الدراويش هذا الصنف الرابع ربما إن صح التعبير يخشى طبعا يلبس كلامه بكلام يعني منمق نخشى على سقوط المرجعيات فلماذا أنت تسمح أصلا بمرجعيات هلامية حتى تستخشى من سقوطها نخشى من سقوط المرجعيات وليس المقصد هو محمد حسين يعقوب المراد هو إسقاط الإسلام العظيم لا يا أخي لا يا أخي أنت غلطان بالنمر لأن الإسلام العظيم يمثله الجامع الأزهر وإسقاط الجامع الأزهر نعم هناك سعي حثيث من العلمانيين إلى إسقاط الجامع الأزهر هنا هذا سعي نقول سعي لإسقاط المرجعية أما السعي محمد حسين يعقوب محمد حسين يعقوب هذا إسقاط الأزهر إسقاط المرجعيات هذا إسقاط الوهابية ليس إسقاط الجامع الأزهر دعم قد ينحرف بعض المتبعين له وربما يترك الدين لأنه رأى شيخا كاذبا رأى شيخا منافقا رأى شيخا يناقض كل ما علمه إياه في مدى 30-40 سنة يرأى شيخا خانعا من الشيوخ الذين علموهم كلمة حق عند سلطان جائر لا يا أخي هذا مسكين أسأل الله له العافية والله لا أشمت به ولكن أنا الآن أمام بلاء كبير جدا وهو تلك المجاملات التي نجدها عند كهير من الأزهريين الخط الأول خط الجامع الأزهر هو الخط الموروث إشياء الموروث الموجود في كتب الجامع الأزهر دائما لنرتبط بالمرجعية الصحيحة ما الموجود في المقررات الأزهرية القديمة التراثية الموجودة هذا هو الجامع الأزهر كل من خرج عنها ساقط هذا من خرج عن الخط العام للجامع الأزهر هذا لا يمثل الأزهر الشريف لأن الأزهر ليس جنسية وليس جنوس أربع سنوات واخذ لصنص لا لا ليس ولا كان ميزه من كبار لا 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 بعض يقول لي سعد الدين الهلالي ويش سعد الدين الهلالي رجل جاهل هذا نعم يا أخي جاهل يحمل الدكتوراه يحمل الدكتوراه ما يعني الدكتوراه؟ هل يوافق المنهج الأزهري؟ لا يوافق المنهج إذن هو جاهل هذه جهالة هذه الأزهر كل الناس يقولون متى يعود للأزهر وكثير من الأزهريين يحاول أن يعيد للأزهر عزه مشكورا مأجورا إن شاء الله والمتحذبون إسلاميا يبحثون عن عز للجامع الأزهر عزه ما هو؟ عزه أن يكون تحت أيديهم سيكون عزيزا بعد ذلك الوهابيون يبحثون عن الأزهر عن أي أزهر؟ عن بعض الحثالة الذين يتسربوا إلى الجامع الأزهر كل هذا ليس الأزهر عزه الأزهر يعود بالتعاد عن المداهنة عن الأفكار الزبقية عن مجاملة الدول التي فيها خليج وفيها نفط وفيها إعارات حينما تصدع بما هو في المناهج الأزهرية ليس أن تراعي الجمهور في يوتيوب مراعاة الجمهور في يوتيوب قلت لكم أنا سابقا يعني في ثلاث كلمات اللقاء الصغير الآن لا لن أفعلها بإذن الله أسأل الله أن يثبتني بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة تسجيل مدة ثلاث دقائق أعلن فيه براءتي من الأشعرية والماتورينية ومن التصوف هذه واحدة ستحقق لي ملايين الأسباع وثروة طائلة إذا قطعت خطوة أبعد وهو ماذا أن أتبنى الفكر الحداثي والعلماني في طعن نصوص الدين سأكون أنا المجدد الأكبر وأكون أكبر مفكر في الإنسانية بسهولة متناهية بثلاث دقائق الحقيقة حتى حينما يخطر في بالي هذا التفكير أحتصم بالله يا رب يا رب يا رب ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة لأن الحقيقة قلوب العباد بين أسبعين ونصاب الرحمن أهو الله يخشى عن نفسي من هذا الضلال المبين حتى التفكير فيه يعني يرعبني لأن الله تعالى هو القيوم لا لا تبحث يا أخي عن زيادة جمهورك في يوتيوب بالتساهل في القضايا الدينية والمرجعيات لا تخشى عليها حسين يعقوب محمد حسين يعقوب رجل واعد بسيط طيب ابن حلال لكنه ليس من المرجعيات الدينية وين تبعه ألا في الناس وين رفع شعار وأختاه لأن هذا الحروب الزلازل الكوارث تثبت قوة البنيان هؤلاء كنا نعلمهم جيدا نعرف حالهم الواحد منهم لا يستطيع أن يأتي بجملة علمية صحيحة مفيدة قوية مؤصلة إلا إذا كان سرقها من كتاب الأمر ليس كذلك فأين أنتم أيها الأزهريون من منهج أزهركم الحقيقي في قضية يعقوب ما هو منهج أزهرهم الموروث أن هذا إنسان ليس من العلماء بل هو واعظ قصاص سقوطه يعني سقوط قصاص لا أكثر ولا أقل ونقطة انتهى هو ينتمي إلى فرقة ليس من أهل السنة والجماعة هي الفرقة الوهابية إذن عليك أن تأخذ بهذا بعين الاعتبار إذن سقطت الفرقة الوهابية لم يسقط الإسلام العلمانيون سيستغلونه إذن بيّن أنت موقفك منه قبل أن يتبناه العلمانيون أنت تخلى عنه قبل أن يتمسك به العلمانيون بيّن للناس أن هذا الذي كنا نحذر منه على مدى عشرة السنين لكن حينما تجامل أنت وتدعى إليهم ويعطونك محاضرة في جامع الرحمة وتوصف بأنك الإمام المجدد ثم بعد ذلك تذهب بعقد إعارة إلى بلد خليجي وأحد من إخواننا الزهريين كان قد تاب من الوهابية توبة النصوحة كنا مدعوين في بيت خليجي من خليجيين رجل خليجي فاضل نكويت خليجي لم يكن من الوهابي وإلا ما لم أدعاني فقلت له فلان أخونا الشيخ فلان تاب من الفكر الوهابي قال لا أنا أعرف الوهابي قال لا الله يتاب ونعلم يقين أنه نتركه آه فكلمنا يا شيخ فلان أنت كذا كذا فأتى بكلام بارد جدا حتى لا يعلم الخليجي الخليجي الذي هو أصلا أشعر صوفي لا يعلم أنه ترك الوهابية لماذا حتى لا يقول هذا الخليجي في بلد الكويت إن فلانا قد ترك الوهابية فيقطع له طريقة من طرق الرزق هذه الخصة وهذه النذالة يجب أن تزول ولتعلموا يا جماعة أن الرزاق هو الله وهو ذو القوة المتين جل جلاله وقد ربط الرزق بالقوة لأن الذي يرزق هو القوي وهو القوي ربنا إذن هو يرزقنا أسأل الله أسأل الله لي ولنا ولهم الهداية طبعا كلامي ليس في الجامع الأزهر الموروث وليس في قيادته الحكيمة التي تثبت الناس على منهج الأزهري إنما كلامي في هؤلاء المتذبذبين نعم وأخذ دعوانا الحمد لله رب العالمين